دكتور حسن أبدأ من متابعتكم في القاهرة لسير هذه المفاوضات والجديد المتعلق بمحور فلادلفيا والشروط وآخر التصريحات في هذا الإطار مساء الخير كاترين شكرا جزيلا على الاستضافة يعني بتصور أن القاهرة بتستضيف جولة جديدة من المفاوضات المهمة لأنه كما تعلمين القاهرة تتحرك دائما لحق ندماء الفلسطينيين ويمكن هذه ليست الجولة الأولى يمكن مدن كثيرة تشهد على مشاركة القاهرة في جولات سواء في القاهرة والدوحة وباريس ورومة وغيرها لكن ربما هذه الجولة تكتسب أهميتها من الاشتراطات التي يضعها نتنياهو وترفضها القاهرة تماما يعني كما تعلمين وقبل التسريبات التي أشرت إليها أن نتنياهو يشترط البقاء والوجود في محور فلادلفيا تحت دعاءات مزعومة بوجود تهريب وأنفاق وتهريب أسلحة ومخدرات وبشر وغيره وهو ما نفته القاهرة تماما وما ترفضه أيضا لأنه مخالف لكثير من الترتيبات الموقعة بين الطرفين من ناحية ولأنه يهدد الأمن القومي المصري من ناحية ثانية الأمر الثاني مرتبط بمعبر رفح تعلمين أن مصر فتحت معبر رفح منذ السابع من أكتوبر وأدخلت المساعدات رغم أنه معبر للأفراد لكنها مهدت الطريق لإدخال المساعدات إلى الغزيين باعتباره أحد أدوات استمسكهم بأرضهم لم تتوقف هذه المسألة إلا بعد الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر ويشترط نتنياهو البقاء أيضا في احتلاله لهذا الجانب وهو ما ترفضه أيضا القاهرة التسريبات الإعلامية بتشير إلى احتمالية موافقة نتنياهو على الخروج من بعض النقاط الموجودة في محور فلاديلفي أو إعادة النظر فيما يتعلق بمعبر رفح أنا أعتقد أن القاهرة واضحة وحاسمة في هذا الأمر هي ترفض تماما أي شكل من أشكال الوجود الإسرائيلي في محور فلاديلفي لأنه كما تعلمين لا ثقة مع الإسرائيليين الخبرات السابقة تشير إلى أنه لا توجد ضمانات أبدا للوفاء بأي تعهدات يوقعون أو يتحدثون عنها وبالتالي لا بد أن يكون هناك الموقف الحاسم والداعم للقضية الفلسطينية بالرفض الوجود الإسرائيلي في محور فلاديلفي وفي معبر رفح أيضا وهو ما أكدته مصر سواء في الدوحة وأكدته أيضا خلال مفاوضات القاهرة الكرة في ملعب نتنياهو يا كاترين لأنه نتنياهو يحاول دائما إطالة أمد الحرب للاستمرار في المشهد السياسي بعض التسريبات تقول أنه نتنياهو وافق وقال لجو بايدن أنه وافق على انسحاب جزء من محور فلاديلفي هل يمكن تصديق ذلك أن لم يقولها علانية نتنياهو نتنياهو خاصة وأنه بالسابق كان يكذب الرئيس الأمريكي في أي تصريحات وأصر على نيته بالبقاء في محور فلاديلفي وعدم التراجع عنه يعني بتصور أن المسألة ستكون قيد المفاوضات لكن الموقف المصري واضح كما أكدت لك أنه لا يمكن أبدا تجزئة المسألة إما أن يتم مغادرة القوات الإسرائيلية تماما تنفيذا للترتيبات المسألة ليست تعنتا من الجانب المصري ولكنه إنفاذ للترتيبات المتفق عليها من الجانبين ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية في أي من النقاط مهما كان عددها يعد مخالفا لهذه الترتيبات من ناحية ويعد أيضا مساسا بالأمن القومي المصري مصر دولة كبيرة كما تعلمين كاترين وقادرة على ضبط حدودها وقادرة أيضا على وضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة أي أحداث لا ثقة وأكرر مرة ثانية لا ثقة أبدا فيما يردده نتنياهو لأنه ربما يتحدث عن شيء ثم يخالفه في وقت تالي يعني حتى مصر لن تقبل بانسحاب جزئيا حتى وإن صح هذا الخبر لن تقبل به مصر ماذا عن أبراج المراقبة التي تم الحديث عنها كذلك هل يمكن أن تقبل بها مصر؟ أنا أتصور أن مصر لا تزايد أبدا على أمنها القومي وأؤكد لك أن الموقف لا يتغير الموقف هو دعم للقضية الفلسطينية من ناحية والموقف هو دعم للأمن القومي المصري من ناحية أخرى لأنه كما تعلمين إذا كان هناك فرصة للقوات الإسرائيلية للبقاء على وجه الخصوص في محور فلاديلفي هذا معناه أنه يعطى فرصة لإمكانية البقاء بصورة دائمة وهو ما يمثل مساسا بالقضية ومساسا بالأمن القومي المصري لا يمكن أبدا حقن الدماء أو محاولة تسوية القضية على حساب الأمن القومي المصري مصر دعمت ومتازال تدعم القضية الفلسطينية وتحافظ عليها وربما كان رفض مصر لمسألة التهجير القصري والطوعي هو العقبة الكأودي التي حالت دون تنفيذ مخططات إسرائيلية خبيثة لتهجير سكان القطاع وتنفيذ مخططات استيطانية أعتقد أنه لا يمكن أبدا الوصول إلى هدنة أو اتفاق على حساب الأمن القومي المصري طبعا يعني كثيرون يرون أنه نتنياهو يصر على محور فلاديلفيا ليه بعد النظر عن جوهر المشكلة الأساسية في هذا الإطار أتوقف معك لأسألك دكتور حسين عن أهمية الأهمية الاستراتيجية فعليا لمحور فلاديلفيا بالنسبة لإسرائيل لماذا تريدها هو السؤال الحقيقي يا كاترين لماذا ظهرت الأهمية الاستراتيجية الآن لأنه كان من باب أولى في بداية هذا العدوان أنه يتم الحديث حول السيطرة على هذا المحور طالما أنه هناك مزاعم حول وجود أنفاق وحول تهريب أسلحة وتهريب أشخاص وتهريب مخدرات وغيرها يعني قطع خطوط الإمداد ولكنك تفاجئين بأن الحديث حول هذه الأهمية الاستراتيجية الآن بعد عشرة أشهر بعد حتى ما تحدثت القيادة الإسرائيلية بأن العمليات العسكرية انتهت في غزة إذن هذا الأمر هو مجرد أدالة تسويف وإطالة أمد العدوان ليس أكثر يعني يراوغ نتنياهو كالعادة ويكذب نتنياهو كالعادة ويدعي نتنياهو كالعادة ليغطي على هزائمه في القطاع تأكد كاترين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هزمت داخل القطاع في مواجهة الصمود الفلسطيني لم يكن متصورا أن يصمد أهل غزة وأن تصمد المقاومة الفلسطينية عشرة أشهر رغم هذا العدوان المستمر بكافة أنواع الأسلحة الأمريكية وأنا أقصد كلامي لأن السلاح الأمريكي والدعم العسكري الذي تقدمه الإدارة الأمريكية هو الذي يغري نتنياهو باستمرار هذا العدوان أتصور أنه الهزيمة التي لحقت من نتنياهو والجيش الإسرائيلي يحاول التغطية عليها من خلال الإشارة إلى مزاعم في محور فلادلف هل هذه المراوغة تحول مصر من وسيط إلى طرف في هذا النزاع؟ بالتأكيد مصر تتحمل عبء هذه القضية كاترين ولا تتحمل هذا العبء من السابع من أكتوبر ولكنها تتحمل منذ عام 1948 وما تزال تتحمل العبء فوق ما يحتمل أي دولة أخرى مصر تتصدر دائما المشهد مصر كما أقول ليست وسيطا ولكنها صاحبة الملف لأنها تدعم القضية الفلسطينية دون أجندات هي تدعم القضية لصالح الحق الفلسطيني المسلوب هي تدعم القضية لصالح حل الدولتين وإقامة حلم الدولة الفلسطينية هي تدعم القضية الفلسطينية لأن صمود الفلسطينيين يدفع في هذا الاتجاه هي تدعم القضية الفلسطينية لأنها ترتبط بالأمن القومي المصري مصر بالتأكيد شريك في هذا الأمر تدافع عن القضية الفلسطينية كما ترين تنتهك كل الأساليب الدبلوماسية والإغاثية والمساعدات وغيرها ولديها أيضا من السيناريوهات ما يمكنها من الرد على أي مواقف ولكل حدث حديث قدوم وفد حماس إلى القاهرة يوم الغاد يقال أنه لتسلم قريطة حول الانتشار نشر القوات الإسرائيلية برأيكم هل ذلك يشير إلى أي إيجابية معينة؟ يعني أتصور أنه في إطار الجهود المبزولة لحقن الدماء لكن بالتأكيد إذا كانت خطط هي ليست بالمناسبة الخريطة الأولى يعني أنت تعلمين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت قبل ذلك خرائط المفاوض المصري ورفضتها مصر ووارد جدا أن ترفض مصر هذه الخرائط المحدثة لأنه كما قلت لا يمكن أبدا المراهنة والمزايدة على الأمن القومي المصري ولا يمكن تجزئته ما يراوغ به الإسرائيليون لا يمكن أبدا أن ينطلي على المفاوض المصري لأن المفاوض المصري لديه من الخبرة والحنكة وسوابق الوقائع مع الإسرائيليين ما يمكنه من تجاوز هذه الألعين طيب أسألك بسؤال أخير عن زيارة مدير السي آي أي ومشاركته يوم غد في هذه المفاوضات برأيكم إلى أي مدى يمكن أين يحدث أي تغيير لأنه نرى إيجابية من الولايات المتحدة ولكن هذه الإيجابية حولها علامات استفاهم لأنه سمعناها بالسابق أكثر من مرة من دون أي جدوى برأيكم هل سنشهد أي ضغط مختلف هل يمكن أن يقبل نتنياهو بالشروط هذه المرة وهو الذي لا يريد وقف هذه الحرب هو السؤال الحقيقي كاترين هل بالفعل الولايات المتحدة جادة وراغبة في أن تمارس ضغوطا على إسرائيل لوقف هذا العدوان يعني المسألة ليست مرتبطة بزيارة مدير المخابرات الأمريكية لأن هذه الزيارة هي زيارة متكررة شأنها شأن الزيارات التي كان يقوم بها بلينكين وآخرها الجولة الأخيرة التاسعة وفي كل مرة كنت تشهدين مع زيارات المسؤولين الأمريكيين مزيد من التصعيد ومزيد من العدوان العبرة ليست بالزيارة والعبرة ليست بالبيانات الإعلامية لأن البيانات الإعلامية لن تجفف دماء الفلسطينيين ما يجفف دماء الفلسطينيين ويوقف العدوان هو الضغط الواقعي على الأرض من خلال وقف صفقات السلاح من خلال وقف الدعم المالي من خلال وقف الغطاء السياسي باستخدام حق النقد في مجلس الأمن كل صور الدعم المطلق الذي تقدمه الإدارة الأمريكية والذي يدفع في اتجاه استمرار العدوان إلى الحد الذي يمكن أن نقول معه أنه لغم التصريحات الإعلامية إلا أن هناك تواطئا بين الإدارة الأمريكية وبين سلطات الاحتلال لاستمرار هذا العدوان إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن توقف هذا العدوان الآن لا استطاعت ولديها من أدوات الضغط الكثير أما أن ندخل في مفاوضات عبثية هي مفاوضات للمفاوضات مفاوضات دون سقف مفاوضات لا نصل فيها إلى تغييرات على أرض الواقع أعتقد أنه لا جدوى منها ترجمة نانسي قنقر